روسيا وإسرائيل علاقات برسم التقاطعات الإقليمية وتساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة بعد حادثة الطائرة الأزمة الإنسانية في اليمن أمام منعطفات خطيرة جيل كامل من أطفال اليمن يواجه خطر القتل والجنيات الدولية تبدأ النظرة في جرائم حرب ضد الروهينجيا ومطالبة أممية بمحاكمة قادة عسكريين في ماينمار أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة إذن دخلت العلاقات الروسية الإسرائيلية منحنيات جديدة برأي مراقبين ويبدو أن حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبل أيام ستنعكس بشكل مباشر على شكل هذه العلاقات مستقبلا التصريحات من الطرفين حول حادثة الطائرة تؤشر بشكل مباشر إلى رقبة بإيجاد جانب إيجابي لتطويق الأزمة على الأقل مؤقتا لكن الحادثة برأي العديد من المتابعين ستترك أثرا في العلاقات بين الجانبين برغم محاولات التخفيف منها وربما سترسم حدودا للدور الإسرائيلي في المنطقة بما لا يتقاطع مع الدور الروسي ما زالت حادثة إسقاط الطائرة الروسية على الأراضي السورية خلال غارة جوية إسرائيلية قرب سواحل مدينة اللاذقية محور الاشتباك الروسي الإسرائيلي إسرائيل حاولت تطويق الموضوع من خلال اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيه أن القوات السورية هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة مبديا استعداده لتقديم كل المعلومات الضرورية اللازمة للتحقيق في الواقع معربا عن أسفه بالنيابة عن إسرائيل لوفاة الجنود الروس وكانت موسكو قد حملت تل أبيب مسؤولية سقوط الطائرة وفقدان 15 جنديا روسيا كانوا على متنها ولكن تل أبيب ردت التهمة مباشرة إلى دمشق في حين أن موسكو تصر على أن تل أبيب استخدمت طائرتها كدرع أمام المضادات الجوية السورية ما أدى إلى سقوطها بوتين كان قد قال في وقت سابق أن إسقاط الطائرة كان نتيجة سلسلة ملابسات مأساوية عارضة وبدى كأنه يحاول أن يخفف من حدة الموقف رغم أنه قال أن روسيا ما زالت بحاجة لدراسة ما حدث ولكنه في نفس الوقت طلب عدم مقارنتها بحادثة إسقاط المقاتلة الروسية من قبل الطائرة التركية عام 2015 سياق ما يجري من اتصالات دبلوماسية على الصعود كافة بعيدا عن البيانات العسكرية يراه محللون محاولة من الجانب الروسي وأحيانا الإسرائيلي للخروج من الأزمة بشكل إيجابي خصوصا بأن الاختراق الإسرائيلي للأجواء السورية مستمر منذ سنين وبمعرفة روسية مسبقة وكانت إسرائيل تبرره على الدوام باستهداف الوجود الإيراني في سوريا وبالرجوع إلى تاريخ العلاقة الروسية الإسرائيلية يراها محللون لا تقل متانة عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فالاتحاد السوفيتي السابق الذي ورثته روسيا كانت دولة الأولى في العالم التي تعترف بإسرائيل بعد قيامها في فلسطين ولعل أبرز معالم متانة العلاقة الروسية الإسرائيلية بدأت تتجلى بشكل واضح بعد الأزمة السورية التي كانت روسيا اللاعب الأبرز في كل مفاصلها خصوصا في مرحلة حسم الصراع التي تخلى لها توافقات روسية إسرائيلية وقنوات للتفاهم على المستويات كافة للمزيد يرحب بضيفي من موسكو الباحث السياسي أندري أونتيكوف سيد أندري أهلا بك هذه الحادثة إسقاط الطائرة أين تضع اليوم العلاقات الروسية الإسرائيلية يعني في الحقيقة طبعا هو شيء موسف جدا ما حصل في بحر الأبيض المتواسط أو فوق البحر الأبيض المتواسط ولكن بكل صراحة يمكن أن أقول لكم أن هذا الحادث لن ينعكس على علاقات الروسية الإسرائيلية في الحقيقة لن تكون هناك تخفيض في العلاقات الدبلوماسية أو لن تكون هناك فرض الأقوبات الروسية على إسرائيل ووالما هنالك الآن هناك بكل صراحة المجتمع الروسي مقلق وغادب حتى الإلغاء بما حصل ويعبر في كثير من الشبكات التواصل الاجتماعية وبشكل عام عن هذا الموقف ويصير على تحركات ما من اتجاه إسرائيل ولكن أنا في الحقيقة كما ذكرت لا أعتقد أن سنشاهد الخطوات على مستوى الرسمي ولكن قد تكون هناك خطوات على غير المباشرة إذن أنا أقصد أن لا أستبعد أن روسيا بعد هذا الحدث ستزاود سوريا بمنظمات الدفاع الجوي الحديثة ومتطورة من أجل ازدياد القدرات الدفاع الجوي السوري بشكل ناوي لكن هذه الخطوة قد تغضب إسرائيل وهي خطوة لا ترغب بها إسرائيل التي دابت على توجيه ضرباته فيما تعتقد أنه خطر أو انتقال أسلحة يتم عبر الأراضي السورية فلهذا تقوم بتوجيه ضرباتها أنا ذكرت أن هي خطوة غير المباشرة وكذلك أنا أعتقد أنها قد تكون خطوة سرية دون إعلان على مستوى الرسمي عن تلك الخطوات فلذلك نحن نشاهد في الحقيقة نشاهد خلال الأجهر الأخيرة ازدياد النعوي في قدرات الدفاع الجوي السوري الآن سوريا قادرة على إسقاط الصواريخ الإسرائيلية وكذلك الأمريكية وفي شهر فبراير تم إسقاط حتى الطائرة الإسرائيلية أنا أعتقد أن كل ذلك نتيجة تفضل أكمل أرجوك كل ذلك نتيجة الخرقات المستمرة من قبل إسرائيل لأجواء السورية وهذه الدربات المستمرة هذا الجواب لمن يسأل ما هو الرادة الروسي لهذه الدربات ليست إتجاه هذا الحادث الذي شاهدناه قبل يوم أو يومين ولكن بشكل عام إتجاه الدربات الإسرائيلية الآن سوريا قادرة على إسقاط الصواريخ الإسرائيلية من يعلم ربما في المستقبل سنشاهد أن سوريا ستكون قادرة على إسقاط ليس فقط الصواريخ بل الطائرات أي ربما روسيا ستغلق بشكل غير المباشر على أجواء السورية أمام الطائرات الإسرائيلية هنا أسألك أشرت لأن هذه العلاقات لن تتعرض إلى أي اهتزاز بفعل إسقاط الطائرة الروسية البعض يتساءل كان الموقف الروسي غاضبا منوددا متواعدا عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية وكانت العلاقات قد تصل إلى مواجهة عسكرية يعني يستغرب هنا الموقف الروسي في مقابل موقف حاد من تركيا ذلك الوقت نعم ولكن هناك طبعا فرق بين ما حصل مع تركيا وبين ما حصل مع إسرائيل تركيا هي التي نفسها هي أسقطت الطائرة الروسية والآن في الحقيقة من أسقطت وهذا الواقع من أسقطت الطائرة الروسية حاليا هي سوريا أنا أقصد منظومة S200 فلذلك طبعا نشاهد توجيه الاتهامات تجاه إسرائيل ولكن كما ذكر رئيس وديمير بوتين هما أمرين مختلفين اليوم قائد القوات الجوية الإسرائيلية ذهب إلى موسكو هل تعتقد أن هذه هي زيارة كفيلة بتطوكي هذا الحادث الرئيس بوتين أشار إلى الظروف التي أدت إلى سقوطها أو إسقاط الطائرة الروسية برأيك ماذا يمكن أن يطلب من الإسرائيليين؟ روسيا كانت واضحة تماما هي طاقة كل المسؤولية على هذا الحادث على إسرائيل فلذلك على الأقل ما نحتاجه اليوم من جانب الإسرائيلي هو طبعا اعتذار وتقديم الأموال أو تعويضات إلى عائلات الضحايا فهذه الخطوة الأولى على الأقل فلذلك أنا أعتقد كذلك سنشاهد البحث كما ذكرت مبادئ تصرفات الطائرات الإسرائيلية في المنطقة فوق البحر الأبيض المتواسط في الأجوال اللبنانية وكذلك السورية وإلى ما هنالك كما ذكرت الآن من يمكن أن يضغط على القيادة الروسية نقصد حتى على رئيس بوتين نفسه أنا أعتقد هو وزير الدفاع الروسي يعني سرغي شويغو هو شخص معروف داخل روسيا ومجهور داخل روسيا ودون شك هو غادب للغاية بما حصل مع هذه الطائرة الروسية كذلك هو غادب خلال كل هذه السنوات بسبب أن نحن نعلم أن إسرائيل تقوم بالدربات ضد مواقع السورية ولكن تلك المواقع هي قريبة من تواجد الجنود الروس كذلك الدربات الأخيرة التي واجهتها إسرائيل هي كانت ضد مواقع في اللاذقية السورية ونحن نعلم أن في اللاذقية هناك قاعدة حميميم هذا أمر الأمر الثاني هو أن يجب أن نذكر كذلك أن في شهر أكتوبر عام 2017 قام وزير سرغي شويغو وزير الدفاع بزيارة إلى إسرائيل وفي نفس اليوم قامت إسرائيل بالدربات الجوية ضد مواقع في سوريا وبعض الشعيعات تقول بأن هذا أغضبت للغاية وزير الدفاع الروسي وحتى الشعيعات تقول بأن الإسقاط الطائرة الإسرائيلية في شهر فبراير كان نتيجة هذا الغضب أي طبعا بشيء أعلى مستوى الرسمية نحن نعلم أن منظومات الدفاع الجوية السورية أسقطت هذه الطائرة ولكن الشعيعات تقول بأن من فعلا قام بذلك هم المستشارون الروس أو الجنود الروس سيد أندري إلى أين يمكن أن تمضي التفاهمات الروسية الإسرائيلية على ضوء هذا الغضب الذي يعبر عنه وزير الدفاع الروسي هل ممكن أن تكون هناك حركة تقييد للتحرك الإسرائيلي في الأجواء السورية كيف يمكن أن تحقق روسيا الآن في ظل هذا الظرف والحاجة الإسرائيلية لعلاقة جيدة مع روسيا أن تحول الظرف إلى مكاسب أنا ذكرت أن هناك ربما انصحت عبير دغوطات من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي لتوضيح ما يحصل داخل روسيا ولكن يجب أن نعترف بكل صراحة هناك ذلك اللوبي إسرائيلي قاول جدا لذا روسيا وهذا الواقع للأسف الشديد حتى إذا عن تحركات المحتملة والآن المعلومات واضحة بأن روسيا ستجري قريبا المناورات في البحر الأبيض المتواسط كذلك هناك أخبار بأن شركة كالاشنيكوف ستزاود قائدة حميمين بمنظومات الدفاع الجوي المتطورة والحديثة يعني على كل حال أنا أعتقد أن روسيا ستقوم ببعض الخطوات من أجل حماية على الأقل قائدة حميمين وكل ما يحصل قرب قائدة حميمين هل أفهم من هذا القول أن روسيا ستواصل سياسة غض النظر أو البصر عن ضرب إسرائيل لأهداف في سوريا أم أن قواعد الاشتباك ستتغير هنا برأيك عفوا هل تتحدثون عن تصادم العسكري مباشر؟ لا لا أنا أسألك سؤالا مباشرا ربما كما ذكرت أنت ستقوم روسيا بنشر مضادات دفاع أنظمة حديثة حول قاعدة حميمين هل يعني ذلك طالما أن الجنود الروس لن يمسوا في أي هجوم أو خطأ مستقبلي ستواصل روسيا منحة ضوء الأخضر لإسرائيل بضرب أهداف داخل سوريا أولا في الحقيقة كل تلك الأخبار بأن روسيا تعطي ضوء أخضر لإسرائيل لضرب المواقع في سوريا هي أخبار غير الصحيحة روسيا لا تتخذ مثل هذه القرارات ما يحصل اليوم أن إسرائيل هي تقوم بوضعان دائما ضد سوريا وروسيا دائما تدين هذه التحركات الإسرائيلية أما الموقف الروسي من هذه الدربات هو واضح تماما ولكن أنا أقول بكل صراحة روسيا لن تتورط أو على الأقل ستحاول أن لا تتورط إلى صدام العسكري مباشر مع إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني على كل حال أنا ذكرت أن الرد الروسي هو بشكل غير مباشر عندما روسيا تزاود الجانب السوري بمنطمات الدفاع الجوي المتطورة والحديثة ونتيجة وضليلة على ذلك هي أن سوريا الآن تسقط أكثرية الصواريخ الأمريكية والإسرائيلية طيب أنت تنفي أن روسيا لا تعطي ضوءا أخضر لإسرائيل رغم أن الأنباء لا من تشير لأن أي هجوم إسرائيلي كان الجانب الروسي يعلم به بدقيقة حتى أن هذا الحادث الأخير جرى إبلاغ روسيا بإحداثياته قبل دقيقة وما أحدث رباك ما بين الطائرة الروسية التي أسقطت الهجوم وكذلك الدفاعات السورية هذا نعم إسرائيل حذرت الجانب الروسي قبل دقيقة إذا روسيا تسمح لإسرائيل بشني هجمات هي لا تسمح ما يحصل اليوم بين روسيا وإسرائيل هو فقط اتفاق بأن إسرائيل وكذلك روسيا تبلغان لبعض البعض المعلومات بخصوص نوايها لإجراءة ضربات أو عمليات الأسكرية في الجو من أجل فقط معنى تصادم بين الطائرات الروسية والإسرائيلية في الأجواء هذا ما يحصل إذا لا تقول لي أن روسيا حريصة على السيادة السورية صحيح وكما ذكرت روسيا دائما تدينه الدربات الإسرائيلية وذكرت الخطوات ولا تمنعها كما قلت غير المباشرة من أجل حفاظ ولا تمنع تدين لكنها لا تمنع تلك الهجمات كيف يمكن أن تمنع؟ هل تتوقعون أن روسيا ستتورط في صدام العسكري مباشرة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة؟ هذه نقطة وجهة طبعا هي طرف رفض ببساطة شديدة يمكن تمرير المعلومات فيما يتعلق بشن تلك الهجمات إلى الجانب السوري الحليف أنا لا أصدر بذلك أن روسيا تقدم هذه المعلومات إلى الجانب السوري ولننظر إلى ما حصل مع طائرة روسية كما تفضلتم وكما كلنا نعلم إسرائيل حذرت الجانب الروسي بنياتها لجراء دربات فقط دقيقة قبل هذه الدربات دقيقة فقط وربما من أجل أن لا تنقل روسيا تلك المعلومات إلى الجانب السوري طيب أود أن أسألك سيد أندري روسيا على ماذا تحرص في علاقاتها مع إسرائيل وفي المقابل أيضا ما الذي لا تريد تل أبيب برأيك أنت أن لا تخسره في العلاقة مع موسكو؟ للأسف الشديد كما ذكرت هناك لوبي الإسرائيلي قوي جدا داخل روسيا وربما لذلك لا نشاهد الرد الروسي القوي نتيجة لتلك التحركات الإسرائيلية ولكن دون شك نحن كذلك نعلم بأن إسرائيل لعبت دورا سلميا للغاية منذ بداية هذه الأزمة السورية وهي زودت المسلحين بالأسلحة قدمت علاج إليهم أنقذت حتى الخوض البيضاء وذكرت هذا الفضيحة مع وصول وزير الدفاع الروسي إلى إسرائيل بإزيارة الرسمية وإجراء الدربات الجوية نفس اليوم إذن هناك تحركات داخل روسيا وهناك ازدياد في غضب داخل روسيا أو حتى تحديدا في وزارة الدفاع الروسية بسبب أن هي الأولى التي تتعرض لإنعكسات غير المباشرة طبعا والآن طبعا مباشرة أنا أقصد الإسقاط الطائرة الروسية لمثل هذه التحركات الإسرائيلية أنا أشكرك من موسكو الباحث السياسي أندري أونتيكوف شكرا جزيلا لك ملايين الأطفال في اليمن أمام شبح الجوع هذا الملف بعد الفاصل الأزمة الإنسانية تتعمق وتقارير الدولية حول هذه الأزمة تبدو صادمة منظمة أنقذ الأطفال الدولية قالت في آخر تقاريرها إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجه خطر القتل فضلا عن مليون طفل إضافي باتوا عرضة للمجاعة الكثير من العوائل اليمنية باتت بحسب التقرير تحت خط خطر عدم القدرة على تأمين احتياجاتهم الغذائية فضلا عن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من هذه المواد عمر التقرير الدولي أيضا المتلاحقة حول اليمن تشير بشكل قاطع إلا أن السبيل الوحيد لإنقاذ اليمنيين هو إنهاء الحرب في البلاد عمر المجالي تابع هذا الملف ويطلعنا الآن على تفصيل هذه الأزمة الإنسانية اليمن يقال على شفير المجاعة بعد سنوات طوال استطاعت أن تنجو من تلك خطر الجوع اليوم هناك جيل كامل محدد ويواجه خطر القتل ارتفاع سعر المواد الغذائية الحرب الدائرة هناك الأزمة المساعدات الدولية تتواصل وربما هناك صعوبة في وصوله إلى بعض الأماكن جيل كامل إذن بحسب منظمة أنقذ الأطفال مهدد عمر نعم وفي بداية العام أيضا عام 2018 كان هناك نداء استغاثة كبير هو الأكبر من الأمم المتحدة لمساعدة اليمن بثلاثة مليارات لنستعرض هذه التفاصيل بات اليمن يعيش أوضاعا إنسانية أكثر مأساوية الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق أكبر نداء استغاثة بهدف توفير نحو ثلاثة مليارات دولار لإنقاذ أكثر من ثلاثة عشر مليون يمني حاليا الأنظار تتجه نحو ميناء الحديدة من جديد جاء تحذير منظمة إنقذ الأطفال الإنسانية من أن الهجوم على ميناء الحديدة أمر سيتسبب باضطراب في إمدادات الغذاء والوقود التي تمر عبر الحديدة والذي سيسبب مجاعة على نطاق غير مسبوق الهجوم في حال حصوله نتائجه كارثية مليون طفل إضافي في اليمن في مواجهة خطر المجاعة ما يرفع عدد الأطفال الذين يهددهم الجوء في اليمن إلى خمسة ملايين ومائتي طفل مع العلم أن حوالي ثمانية ملايين من إجمال السكان في اليمن يواجهون خطر المجاعة أيضا وفق وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدها مكتب تنسيق أشرون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والتي رصدت حالة الغذاء المتدهورة خاصة بين الأطفال منذ بدء النزاع وذلك جراء ترد الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الرواتب حيث صنفت 12 محافظة من أصل 22 على أنها في حالة طوارئ إذ يحتاج قرابة سبعة ملايين شخص إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه بينهم مليون وثمانمائة طفل دون سن الخامسة آثار الحرب ماثلة اقتصاديا انخفاض قيمة العملة اليمنية جراء العدوان المستمر وارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا وضع الكثير من العائلات اليمنية تحت خطر عدم القدرة على تأمين وتوفير احتياجاتها الغذائية البسيطة لا بل أصبح من الصعب توفير وجبة يومية لأطفالهم أيضا الحصيلة الدموية في اليمن منذ عام 2014 قدرت بمقتل نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين بينهم نحو 2200 طفل طارق للعلم 120 منظمة تعمل لصالح اليمن 80 منظمة وطنية تعمل داخل اليمن وذلك لتوفير المساعدات المالية وتوفير ثلاث مليارات دولار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن لكن يبدو أن المساعر الدولية والجهود المنظمات الإغاثية لا تحقق ذلك النجاح نظرا لما يجري من أزمة ونزاع داخل اليمن اليوم كيف ستبدو الصورة؟ سأرحب بضيفها الآن في الأستوديو الصحفي والناشط الحقوقي اليمني فؤاد راجعوا أستاذ فؤاد أهلا بك اليمن السعيد لا يبدو اليوم سعيدا الصورة مأسوية وقاتمة لهذا الحد كما تبعنا نعم الصورة قاتمة الأزمة الإنسانية في اليمن مركبة لا تقتصر فرضا على كما شرع الله لا تقتصر على الجوع تقتصر على القتل تقتصر على الحصار تقتصر على سبيل المثال الانتهاكات التي وصلت مؤخرا بحسب تقارير إلى الاعتداء الجنسي على المعتقلين أزمة إنسانية مركبة ألماء الصحة لو تتبعنا أرقام الأمم المتحدة 16 مليون مواطن يمني لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة 16 مليون لا يحصلون على الماء النقي اليوم حضرت ورشة ويؤكدون على أن القطاع قطاع المياه في اليمن منحار كليا لكن هناك تحفظات على وضع هذا القطاع لكن الماء إذن قطع الماء يعني أزمة معقدة مركبة سببها كل الأطراف تفاقمت بسبب الحصار وبسبب استمرار الصراع لماذا لا تصل المساعدات الغذائية إلى المحافظات اليمنية رغم كل تلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة الأذرع الغذائية لتمكين الأطفال أو تجنيبهم ويلات الحرب وتوفيري أيضا عن العون الغذائية المناسبة؟ أنا دائما أقول بحسب متابعاتي لأرقام المنظمات العاملة في اليمن أرقام المنظمات تزيد والأزمة تتفاقم هنا في شيء مفارقة طبعا لا تصل هناك أسباب طبيعية في مراتق صراع ملتهبة طبعا لا نستطيع أن ننكر أن موظفي هذه المنظمات قد تعرضون للاعتقال للاختطاف للقاتل قتل أكثر من خمسة تقريبا من موظفي المنظمات اللغاتية في اليمن بينهم أحدهم قبل أشهر من الصليب الأحمر أسباب أخرى طبعا برضو توجه منظمات هذه قد تكون عليها قيود أفروض قيود هناك تقارير تشير إلى وجود قيود من قبل دول التحالف على بعض المنظمات السعودية تهدد الأمم المتحدة بشكل صريح إذا مارست أي عمل لا يعجب التحالف أو لا يعجب السعودية بتقطع الدعم الأمينة العام للأمم المتحدة السابق ما ذا قال وضع السعودية أو التحالف على قائمة قتلة الأطفال بادرت السعودية بشكل مباشر سنقطع الدعم والحوثي لا يفعلون شيئا برئي لا طبعا الحوثي طبعا أقول لك لا يتحمل العباء الأكبر والمسؤولية منذ انقلابها على الشرعية على ما جرى في اليمن أنا قلت كل الأطراف متورطة الحوثي يرتكي أول ما قد فعلا قد يصادر الدعم الغذائي هذا طبعا قريبا لا يسيطر على ميناء الحديدة يسيطر على ميناء الحديدة صحيح لكن التحالف محاصر اليمن بشكل عام بما فيه ميناء الحديدة هل اتضحت الفكرة؟ نعم الحوثي يدير ميناء الحديدة وليس يدير ميناء الحديدة بس من يسيطر على المياه الإقليمية اليمنية؟ ببارك التحالف بدعم من البحريات الأمريكية والبريطانية والفرنسية الحصار مطبق على اليمن هل تقول لنا أن هذه الدول الولادة المتحدة بريطانيا دول التحالف هي التي تمنع إيصال المساعدات الغذائية وإدخالها إلى اليمن؟ بشروط وبكميات محدودة ويوزعون الدعم بالطيقة التي تكتبت بطبيعة الحال يخشى أن تكون هناك أسلحة مهربة إلى الجانب الحوثي ألا أعتقد أن تكون هناك رقابة؟ بإمكانك أن تراقب ما يدخل وما يخرج لكن لا تمنع ما تصلنا من معلومات طبعا نحن لا نذهب إلى البحر هذه معلومات موثقة طبعا في معلومات موثقة على أساس أنه طبعا بحكم عملي كصحة في استقصائي نبحث أحيانا في القضايا عمقي بدقة أنه التحالف يضع شروط طبعا بحقة طبعا كأنه يريد أن يولي الضغط على الجماعة هذه ممارس الضغط طبعا ثاني حاجة هو يريد أن يتصرفه بعملية إدخال وتوزيع الدعم هذا طبعا شيء بديه السعودية والإمارات تقول أنهم أنفقوا على الدعم اللي غاتي في اليمن أكثر من 13 مليار الحكومة اليمنية تقول لا علم لنا كيف أنفقت وأين ذهبت فللتحالف سياسة يسموها سياسة ضغط بدون مرأة للقيام لكن أنا أعتقد أين للحوثيين سياسة لإظهار التحالف بأنه المسؤول وتغيير الرأي العام اليمني بأننا لا نقوم بالحصار ونا لن نعنكم الغذاء التحالف هو الذي يقوم بذلك الحوثي يستغل يستفيد يستفيد من صلاة التحالف أنا أنظر إلى الحوثي على أنه مليشي يعني ليس أقول دولة الأقلية تختلف أنا أتخاطب الآن مع دولة المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية تفهم في حقوق الإنسان الحوثي مليشي لذلك يصار البلد منهار يصار على الصراع رغم أنه قوته لا تضحي قوت هؤلاء الدول طيب الاعتماد اليمن اليوم كليا على المساعدات الغذائية التي تأتيه من خارج ليس هناك مساحات تصلح للزراعة برأيك ونقضية أخرى يعني إذا يبدو أن هناك محصول زراعي لكن أنه يشهد ارتفاع في الأسعار ما يمنع اليمني العديد ربما من اقتناء ما يكفي وسداد قوته الزراعة تواجه مشكلة بعقدة ربما أنت تدركها يعني الناس لا يزرعون بسبب غياب الوقود وارتفاع أسعار الوقود بسبب برضو الوقود هذا أدى إلى تعطل محطات المياه ضرب محطات المياه الآبار وهيك من قبل التحالف في مشكلة أنه غياب فشل فشل الحكومتين طبعا الحكومتين الآن لا تتصرفان على أساس تحسين الخدمات على الإطلاق هذا شيء واضح من الحكومتين سواء الحكومة الشرعية أو حكومة الحوتين لا تتصرفان على أساس تحسين الخدمات هما يتنازعان السلطة فقط يتصارعان لأنها أراضي زراعية لكنها لا تزرع وإذا زرعت فهي تزرع بكمية قليلة انخفاض مهول بنسبة الزراعة في اليمن بنسبة كافة الخدمات الخدمات الأساسية عندنا كلها منهارة القطاعات كلها معطلة شبه معطلة أقول لك الموظفي الدولة لا يستلمون طبعا معظمهم قرابة 80 أكثر في المناطق الأسرارة لا يستلمون راتبهم منذ سبتمبر 2016 الناس ليس لديهم نقود ليس لديهم وقود ليس لديهم حتى المعنويات خلص أصبحت من أين سيزرعون ماذا سيزرعون وكيف سيزرعون الآبار ضربت المياه انعدمت المواد مواد برضو اللي يمكن استفيدوا فيها بزرعة ذلك منعدمة منقطعة بسبب الحصار طب برأيك كيف تعمل إذن خطة الاستجابة لليمن تناظل يعني هم يناظلون يحاولون أن يقدموا خدمة لكنها كما قلت لك هم الآن يقولوا لدينا خطة استجابة حتى أنهم في أرقامهم يشروعون إلى أننا قدمنا دعم إلى ملايين بس الإحصائيات وفي نفس الوقت تأتي إحصائياتهم على أن الأزمة تتفاقم هذه ملاحظة مفارقة يعني أنت معك خطة إنسانية وتقدم دعم لهؤلاء الناس لكن الأزمة تتفاقم عدد المنظمات اللغاتية يزيد والأزمة تتفاقم هناك خلل بأداء هذه المنظمات لكنك كنت ذكرت أستاذ وعد هناك صعوبة للوصول إلى بعض المناطق هذا أولا والثاني الخشة من عمليات القتل والخطف وتعرض بعض المنظمين بعض المنظمين إلى عمليات خطف وقاتل لا أؤمن هذا قز هذا ما يبرر أن الخطة الاستجابة في جانب ما ربما تواجب بعض التحديات والعراق لكن المنظمات حسبنا علمي وبحسب حديثي مع كثير من المنظمات أنهم طبعا علاقتهم جيدة بالطرفين أحيانا عادة تحصل القتل بسبب صراعات سياسية للعلم فأرضا قتل أحد المنظفي صليب الأحمر في تعز من قتله؟ هناك طوائف متفرقة في تعز من قتله؟ ولماذا قتله؟ لو نبحث يعني يعني قد ما نقزمش بس لو نبحث بشكل دقيق نتظر أنه في وراح دافع خلاف بين الطوائف هذه مو بسبب عمل وليس عيبا في خطة الاستجابة على أقل آه تمام بس في خطة الاستجابة أنت تفهم أنا أتابع أرقام أعداد المنظمات وأعداد الناس الذين يحصلون على الدعم يحصلون دعمنا هكذا مليون كذا مئة ألف عدد المنظمات اللغاثية ارتفع من مئة 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 وعشرين أكذا والأزمة تتفاقع ماذا تفسر هذا الشيء؟ أنا أفسره بخلل بأداء هذه المنظمات هل هناك مناطق أحسن أو أفضل حالة من المناطق أخرى أم أن جميع المحافظات اليمنية ما تتساوى بما تعانيه من سوء غذاء وفقر وانعدام المياه أو تلوث هذه المياه أو أن الخدمات الأساسية لا تعمل بشكل مكفؤ هناك محافظات طبعا خدمت فيها مش ممتازة لكنها أفضل من بعض المناطق المناطق التي تحت سيطرة الحوتي منهارة تعاني من أزمات متفاقمة بشكل فضيع المحافظات التي الآن تديرها الشرعية أو بالأصحة تديرها التحالف الخدمات فيها لا بأس ليست قيدة ليست قيدة لكنها أفضل من المناطق التي يسيطر عليها الحوتيون هناك مناطق يسيطر عليها الحوتيون لم ينتوسع الصراع إليها كمحافظة إب محافظة إب منطقة بقى بعيدة عن الصراع لم يتصرع فيها أي طرف هذه يقولون الخدمات الأساسية فيها لا بأس على سبيل المثال قطاع المياه في دراسة حديثة يقول لك أحسن أفضل محافظة في الجمهورية اليمنية من حيث خدمة المياه لكن مشكلة المحافظة تتساوى محافظات التي سيطر عليها قد تكون أسوأ بكثير من المحافظات الأخرى إنما الوضع سيء بشكل عام يعني حتى في عدن تلاحظ أن هناك تحالف وهناك حكومة شرعية لكن المواطن يشكو من طفاح المجاري يشكو من انقطاع الكهرباء يشكو من سوء الخدمات بشكل عام من ارتفاع الأسعار من نهيار العملة الخدمات يعني الوضع سيء بشكل عام إنما هناك محافظة أسوأ من أخرى يعني يعني هل تلك المشاكل ولدتها الحرب ولدها الانقلاب الذي قام به الحوثين على الشرعية واستلائه على مؤسسات الدولة ألم يكن يعاني اليمن من قبل من مشاكل عدة من ضعف في بنية اقتصاده دائما ما صيرنا في اليمن من أنه من بين دول أفقر أو دول فقيرة في العالم اليمن بلد فقير من قبل الأزمة لكن الصراع فقام يعني ضعف المأساة إنما أنا أصرف على أساس مشكلتنا في السابق كانت فساد الفساد هو الذي أضعف كل الأضعف الاقتصاد أضعف حتى سيطع يعني تداخل القبيلة فساد يعني حتى على مستوى الحكم على مستوى الآمن على مستوى الجيش أضعف الدولة بشكل عام الفساد نعم كانت فقيرة أتى الصراع فضعف المأساة هذه الإجابة بكل بساطة نعم تبقى هنا كيف يؤثر هذا الوضع المأسوي هذه الصورة القادمة المعاناة الكبيرة اليوم هناك جيل كامل مهدد بالضياع خطر القتل يواجهه في كافة المحافظات اليمنية على ضوء شرحك هذا يؤثر في في موضوع الهجرة في موضوع اللجوء إلا أنه يبدو أن لا مناصة من حل وشيك اليمنين أصبح حلم معظم الشباب خصوصا الشباب الهجرة واللجوء يغامروا يسافروا عبر دول عدة حتى يوصلوا لأوروبا طبعا أصبح أل من أحصائيات أل من أرقام كيف إحصائيات بالنسبة لللجوء لا يوجد إحصائيات أنا على سبيل المثال سأقول لك أنا أعمل على تقرير أهل الجانب يعني في جزيرة بدولة أوروبية قرابة ثلاثين يمني هذه الآن مستعدين قرابة أكثر من اثنى عشر شخص آخر هذه اللي نبع رفض يعني اثنى عشر شخص آخر برضو مستعدين برضو للتوكل لنفس الجزيرة لتوجه لنفس الجزيرة أو لنفس الدولة وطيرة قليلة بحسب تلك الأرقام وطيرة الهجرة بس لا تنسى أن معظم الناس طبعا طريقة اللقوء والدخول يمني إلى هذه الدول معقدة جدا عن طريق كله تهريب بمر عبر التهريب حتى الفيزة بشكل عادي لليمنيين حتى إذا أنت في معك تأوى رسمي صعبة طبعا إمكانية الانتقال من محافظة يمنية تشهد اضطرابا أوضاعا غذائية صحية بنية تحتية متهالكة إلى محافظة ربما أحسن نوعا ما أنا ذكرت الجميع يشترك ربما هناك محافظات أفضل حالة بنسبة ربما طائلة على سبيل المثال مأرب مأرب كانت محافظة يعني صحراوية الآن التحالف والحكومة يتخذ منها قاعدة للدولة المدنية وقاعدة للبرضل القيوش التي وقه فيها الحوتي بمأرب انتقل إليها كان عدد سكانها بالمئات يعني مئات قليلة الآن فيها قرابة مليونين مواطن هربوا فيها فيها أمن فيها استقرار فيها حكومة وفيها حكومة محلية قوية وحازمة في أيضا بينتقلوا من المدن المنحارة جدا إلى المناطق التي حررها التحالف بالقنوب في أيضا من المناطق التي بعيدة في الشمال إلى صنعاء بينتقلوا في صنعاء على سبيل المثال الآن وضعها أحسن من أصعدها وضعها أحسن من حجة صنعاء لكنها ليست أحسن من عدد ولا كذلك من تعز المحافظة تعز حاجرة بسبب التفاقم الصراع فيها انتقل كثير من أصحاب تعز إلى صنعاء توقعوا إلى عدد توقعوا إلى ذلك ففيه انتقال من محافظة سيئة إلى محافظة أفضل بقليل توستفاد التوقعات اليوم على ضوء هذه الأرقام المفزعة والتحذيرات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التوقعات أن اليمن يسير إلى وضع أكثر سوءا سيواجه الشفير المجاعة إضافة إلى أمراض قبل ذلك كان الحديث عن خطر انتشار الكوليرا أيضا وحمضنك الآن في معانا ثلاثة أمراض تفتك بالناس والمنظمات الدولية ربما تستعد لوقتنا وحمضنك والمالاريا والكوليرا طبعا التوقعات لا أرى هناك حل سياسي في الأفق الأزمة ستتفاقم ستتفاقم في حديث مسؤول حكومي طبعا ولو أنه إن شاء الله ما يكون اسمعنا لها بيقول الوضع معقد هناك في أطراف يعني فعلا في التحالف لا تريد انهاء الصراع مشكلة معقلة الإصرار الإصرار على اجتياح الحديدة هناك تحذير على أن المجاعة ستتفاقم والتحالف يصر والولايات المتحدة تصمت أو تدعم المشكلة ستتفاقم إذا لم يكن تطالما وليس هناك أي حل سياسي في الأفق أنا أشكرك الصحفي والناشط الحقوق اليمني فؤاد راجل شكرا جزيلا لك شكرا لك مسلموء الروهينجيا والعدالة الدولية هذا الملف بعد الفاصل من جديد تبرز مأساة مسلمي الروهينجيا إلى العلني حيث فتحت المحكمة الجرائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم ضد الروهينجيا أبرزها الإبادة الجماعية هذا القرار يتزامن مع صدور تقرير مؤلف من أكثر من أربعمائة صفعة عن الانتهاكات التي قيل أن جيش ماينمار ارتكبها بحق المسلمين التحرك الدولي قد يمهد الطريقة أمام إجراء تحقيق كامل في الحملة العسكرية التي شنها جيش ماينمار وأدت إلى مقتل الألاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجيا الروهينجا الأقلية الموجودة في إقليم أركان يعانون من هجمة شرسة منذ أكثر من عام أسفرت عن مقتل الآلاف إضافة إلى لجوء نحو المليون إلى بنجلادش حسب ما أعلنت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا أوليا في جرائم القتل والاغتصاب والترحيل القصري التي ارتكبت بحق أقلية الروهينجا في ميانمار التحقيق يأتي بعد أن قضت المحكمة بداية الشهر الحالي بأنها تملك الاختصاص القضائي الكامل للنظر في مثل هذه القضايا مع أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة إلا أن بنجلادش عضواً فيها مدعية المحكمة فاتو بنسودا قالت إنها ستنظر ما إذا كان هناك دلائل كافية تبرر إجراء تحقيق رسمي كامل في حملة الجيش في ميانمار ضد الروهينجا الأمم المتحدة كانت قد أصدرت تقريراً أعلنت فيه أن مسلمي الروهينجا أبيدوا بصورة يصعب تصورها إضافة إلى دعوته إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من الضباط الكبار أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد أقلية الروهينجا المسلمة ما يعني اتهام القوات المسلحة الميانمارية بأنهم المتهمون الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في أقاليم أركان وكاشين وشان إذا نعود من جديد إلى موضوع أقلية الروهينجا والتحقيق الأولي التي ستبدأه المحكمة الجنائية الدولية ورحب ضيفي الآن من جدة عبد الله معروف نائب رئيس الاتحاد الروهينجي في منظمة التعاون الإسلامي سيد عبد الله أهلا بك برأيكم أهمية هذا التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذا التحقيق والتقرير الأممي الذي صدر في 444 صفحة تقريبا نحن منذ فترة طويلة جدا تحديدا بعد أحداث 2012 والجرائم التي استمرت من التهجير القسري والإبادة الجماعية وخاصة خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها مسلمية رهنجية حتى ظهرت المأساة بصورة جلية واضحة بصورة كلاسيكية في خاصة 25 أغسطس من العام الماضي وهذا التقرير الذي صدر حقيقة نحن ننتظر منذ فترة طويلة جدا والمأساة قديمة لها أكثر من سبعة عقود ننتظر تقريرا حقيقة دوليا بهذا المستوى وبهذا التدقيق وهذه الإحصائيات الواضحة حقيقة المرصودة من خلال التهجير القصر الذي تم لقرابة أكثر من ثمامية وستة عشرين ألف نسمة الذين نزحوا إلى بنجلديش هذا التقرير حقيقة ينتظر الرهنجية منذ أمد طويل أن تصدر مثل هذه التقارير التي تدين إدانة واضحة لحكومة مينمار هذه الحكومة التي حكمت بالحديد والنار وحكمت الحكم العسكري قرابة أربع وخمسين سنة وفرضت عليها عقوبات اقتصادية سابقة سيد عبد الله ترون أن هناك اهتماما دوليا بما يجري أو بما يتعرض له الرهنجية وأن هذا التقرير والتحقيق لم جاء متأخر وإن كان جاء متأخرا إلا أن اليوم سيعمل على إزالة الظلم وتلك الانتهاكات التي يمارسها جيش مينمار نعم حقيقة أنا أشكر من خلال هذا المنبر ومن قناتكم مباركة سمو الأمير رعد بن زيد الحسين الله يزعلنا كل خير رئيس الجميع العامة لحقوق الإنسان حقيقة وقفاته كانت جدا وقفات جادة لصالح هذه القضية ونحن حقيقة منذ وصول الأمير رعد إلى هذا المنصب وكننا متفائلين لصدور مثل هذه التقارير التي حقيقة تدين حكومة مينمار والجيش المينمار تحديدا والقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان هلاينغ حقيقة التقارير التي صدرت بأخرا خاصة في دارة حكومة مينمار بثلاثة جرائم منها الإبادة الجماعية ومنها الجرائم ضد الإنسانية ومنها الجرائم الحرب حقيقة نحن الآن نحتاج أن مجلس الأمن يصدرون مشروع قرار واضح جدا وديه مينمار إدانة حقيقية حتى نتجاوز مرحلة الإدانات ومرحلة التقارير إلى مرحلة الخطوات العملية في أرض الواقع ولا سيما أن هذه الأقلية تعاني منذ سنوات طويلة جدا من 14 نوع من إنواع انتهاكات حقوق الإنسان وهذه الانتهاكات كلها مرصودة والآن ظهرت تقارير واضحة جلية ولا سيما اللجنة تقصص الحقائق التي أنشأتها حكومة مينمار وزعيمة مينمار أونسانسوسكي لما أنشأت هذه اللجنة برئاسة كوفي عنان وكانت نتائج اللجنة كلها لصالح قضية الروهنجية رغم ذلك حكومة مينمار لم تلتزم بتنفيذ توصيات تلك اللجنة ولذلك الآن نحن نطالب أن المجتمع الدولي كلهم موقف صادق لهذه القضية العادلة القضية الواضحة التي أدانتها جميع الدول في العالم ولا سيما الدول الكبرى والدول العظم والدول الإسلامية بالأرس سمعنا التقارير في جلسة تسعة ثلاثين في جنيفة سمعنا التقارير من الدول الإسلامية ولا سيما من المملكة العربية السعودية ورأينا هذه التقارير وكلها تدير حكومة مينمار نحتاج أن تترجم مثل هذه القرارات الآن ونحتاج الآن من محكم الجنائية نعم أنا أشكرك من جد عبد الله معروف نائب رئيس الاتحاد الروهينجي في منظمة التعاون الإسلامي شكرا جزيلا لك نهاية العاشرة أدعو القفب غدا في الموعد نفسه تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر